السلام عليكم و محببا بكم في درس جديد و بالبعد بدلنا الجزء الثالث ديال التشوير الطرقي اليوم إن شاء الله هل نحاول لكم جزء الرابع ديال التشوير الطرقي و نكمل لكم الأسئلة ديال التشوير الطرقي يعني الأسئلة التي تستطرحوا يوم الامتحان إذا السؤال يقول ذلك الخط المرصوم على عرض الطريق كي يعلم على ممار خاص بالراجلين أو المكان اللي من الواجب عليها نوقف فيه الخط اللي كيقصد لك هو هاد الخط المرصوم في الأرض هذا هو تشوير الأوفوقي يقول لك هو خط متصل في البيض إن فأقول لكم إن تلقى تشوير الأوفوقي في الأرض على شكل خط متصل المعنى دياله واقف سواء كانت تشوير العمودي ديجا كاين سواء ما كانش راه تشوير الأوفوقي كي يغم بلاصي لها تشوير العمودي يعني يكفي تلقى هاد الخط المرصوم على هاد الشكل أعرف بأنه من الواجب عليك توقف يعني توقف ماشي إحدى العلامة ولا قبل الملتقى خاسك توقف إحدى الخط ما تخطاش ولكن توقف إحدى يعني إحدى التطورة إحدى التطور خاسك توقف إحدى يعني إحدى الملتقى باش يبالك الطريق ويبالك ليمن ويبالك ليسر كانوا عامين كتعطيهم الأسبقية طبعا الحال كيف كتقول الأسبقية لليمين واللياساء كانت الطيق خاوية كتوقف لبعض ثواني ومن بعد عاد تكتأكد أن الطيق خاوية عاد باش كتدوس المهم يجب أن توقف إحدى التطور إذا الجواب وقم جوج يعني الخط المنصوم على عرضك كي يعلم على المكان اللي من الواجب اللي ينقف فيه يعني خاصة ما كي توقف إحدى الأسبقية اللي من قلسة وماشي ما مانخص بالراجلين حيث ما مانخص بالراجلين كان لنغاه كل شي كي يعرفوا هذا الباساش بيتو سؤال الموالغ وقالك بطداء من هذه العالمين يمكنني نصوق بستين بسبعين لبميو عشر أول حاجة أنا بإناء بإناء طريق جياد ليساء كيف ما كتلاحظون عندي خطوط متقطعة خطوط متقطعة في جياد ليساء تعرف بأنك طريق وطنية يعني أنا خارج مدينة في طريق وطنية ما شيف له تورود وذلك الصوعة تكون محدد لي في مئات كيلومتر في ساعة عنديها تشويل العمودي فالعالمة التي قصت لك هي تشويل العمودي يعني هذه البلاكة شنو خاصي بيضا نفهمها هذه العلامة تعني علامة يعني ديما مني نتلقى علامة ذائرية غوز ديالة بيضة ومضربة بكحل ولا خطوط ماذي ونكتبر فيها عدد هذه كتما علامة انتهاء منع تحديد الصوعة هذه أصلا يعني بلا ما تكون كتوبة ستين ولا والو هذه المعنى ديالة علامة انتهاء المنع يعني إذا كان ممنوع عليك تديره دابا نسموح لك فيها ثلاثة الأنواع قولنا علامة انتهاء منع تحديد الصوعة علامة انتهاء منع التجاوز وعلامة انتهاء منع المنبه الصوتي طيب أنا بما أن المكتوبة ستين فهذه غهات الصوعة يعني علامة انتهاء منع تحديد الصوعة يعني في الأول كان ممنوع لك تمشي بكثار من ستين دابا نسموح لك تمشي بكثار من ستين بشرط ما تعداش الصوعة المحددة وفي الصوعة المحددة عندها في الطيق هي 100 فيمكن لي نمشي بعشرة بعشرين بثلاثين بغبعين بخمسين بستين بسبعين بثمانين وبتسعين وتب مية ولكن كتار مية ما يمكنش إذن هنا بدأ من هذه العالمية ممكن ينسوق بستين أو بسبعين ولكن مية وعشرة ما يمكنش حتى أنا في طاقة وطنية ماشي في الوتوروت في الوتوروت لك تكون صوعة مية وعشرين يمكن يمشي تاب مية وعشرة ومية وعشرين ولكن في الطاقة العادية صوعة محددة مية وكما خاصني نتعدها كان نظن هذه واضحة في قيبا نفس السؤال قال ابتداء من هذه العالمية قال إن كل ينسوق بخمسين بسبعين بمية ومية وعشرين لاحظ أعود أني عندي هنا يمجاد ليس خطوط متقطعي يعني أنا في طاقة وطنية خارج المدينة ماشي في الوتوروت يعني الصوعة المحددة عندي مية هاتشوي العامودي هو عالمة انتهاء المنع يعني عالمة انتهاء منع تحديد الصوعة يعني في الأول كان المنوع لك تمشي بكثار من ستين دابا مسموح لك تمشي بكثار من ستين بشغط ما تعداش الصوعة المحددة لي مية فإن كان يمشي بعشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين ومية دونك ف يبتد من هذا العالم يمكن أن ينصوك بخمسين بسبعين ومية ولكن مية وعشرين ما يمكنش حيث أنا ماشي في الوتوروت أنا أغير في طريقة عادية يعني في طريقة وطنية دونك أمشي بمية كحد أقصى السؤال الموالي قال لك العالمة كتعلم على خطأ أشغال تساقط الأحجار أو أحجار في الطريق أول حاجة أني عندي متلت يعني انتباه خطأ عالمة الخطأ بأنك تكون متقدمة يعني بين كبري الخطأ يكون واحد البعد أنا كال aperture بأنني خارج النادي إلى بأن في البعد مية وخمسين متر أدخل الخطأ طيقة هو تساقط الأحجار بما انت بإمكانك تمكنك Nissan تكونوا بسطر الآجار فهذا تعلم يعني جواب وجوش أوbs3 يعني هذه Southern وإنه يمكنك تساقط الأحجار أرى إ lien Sterling السؤال الموالي قال لك عند وجود هذا العالمين يعني هذا شوي العمودي على شكل مربعين هذا علامة إغشاد عند وجود هذا العلمات من الواجب عليها شنو ندير واشنو القسم الصوعة واشنو نرمي شبقية السجائل ولا نستعمل المنبيه الصوتي دونك أنا هادي شنو كيقول هادي كتلقا بأن قلب من ذاك العلمات هنا شجاع وتحتملك هنا بحل عافية يعني بحلي كيقولك هها غابة ممنوعة إشعالنا هادي المعنى هي هاد البلاكة وها بينا أصلا غير منطق بأن هادي غابة بينا غير منطق بأن هادي اللي أندوس فيها ها غابة فكيقولك غابة ممنوعة إشعالنا حيتي لا دلتي شي حاجة أو تسببتي في إشعالنا فكتعرفوا بأن في الغابات يعني كيكونوا رياح قوية بعد لما غاد فذكا الرياح كتخلي أن غير لحتي البقية السجائل قد ذلك البقية تشعل العافية في الغابة كلها وتنتشر لتجمعات السكنية فننتقل العلمة أو ننتوصل الغابة حاول ما أمكن أنك ما تدير شي حاجة لتسبب في إشعالنا ومن الأسباب هو هاد البقية السجائل فالجواب هو رقم جوج هادي المعنى ديالها هي غابة ممنوع إشعالنا يعني ما تدير شي حاجة لتشعل لك العافية في ذلك البلاسة بطبيعة الحال قال لك واش عند وجود هذا العلمة ووجب عليها نقص من السرعة ما ووجبش عليها نقص من السرعة حيث هذه أعلمات إرشاد فقط كيقول غابة يعني ما تشعل شغل النار ولكن ما عندي لاش نقصنا من السرعة كينش شي خاطر باش نقص كذلك واش نستعمل المونة بي ما كانش خاطر باش نستعمل المونة بي الصوتي أو كلاكسوندونك فالجواب ورقم جوج ما نغميش بقية السجائر فقط مين تلقى هذا العلمة وهو أصلا السؤال اللحظ قال لك عند وجود هذا العلمة يعني العلمة قال لك ما كانت تقصدو بها واش مين تلقاها واش بعليك تنقص من السرعة هذه العلمة فقط علامة إرشاد واشي علامة خطر باش نقص ما نغميش بقية يبينسوا غابة ممنوع إشعالنا أصلا المعنى ديالا هيا ديالك شجارو تحت مننا يعني ممنوع تشعالنا فمتدلش حاجة لتسببلك في إشعالنا من الأسباب يما نغميش بقية السجائر واش نستعمل المنبيه ما كان شي خطاب شنستعمل المنبيه سؤال موالي للك يمكن يكمل سيفها الطريق هالطريق عنده تجاه واحد ولا هالطريق بدون مخرج كاللاحظ أنا عنديت شوية عمودة مربع لقلب ديالا وزنق يعني هذه علامة إرشاد قلب منها عندي خط بيض وذكا غويص في الحمر إن فتلقوا هذه العلمة وأقلوا عليها هذا المعنى ديالا يكيلك أن هذه الطريق التيالت مشي لديها لها يكون عليها سدود دمك يعني طريق مستدود دمك لما كتخرج معني الطرق مستدودة طريق مستدودة هذه المعنى ديالا ولكن هذه علامة إرشاد أنك ل Pearce تسسدود هي ممنوع عليك lo يمكنها مستدودة فأنا لو تمكن أن نكمل السير في الارض تنسوكم ويمكنون لكمل السير في هذه الطريق حيث نقدر هذه المسدودة ولكننا نكمل السير لكي ويقف ضعري ذلك تقدر أن تكون ضعري والذي هي المسدودة والذي هي المسدودة ويمكنون أن يكون الآن هذا الطاقة عنده تجاه واحد لا الطاقة عنده تجاه واحد كيكون مباعوز ديالوزهق ولكن كيكون فلاش أو سهم طويل هنا ما كينتاشي سهم إذن ماشي طاقة ده تجاه واحد وهذا الطاقة بدون ينخرج بين سوق وهذا الطاقة بدون ينخرج يعني أنا قد قد يجعط طاقة ها بسدودة يعني ما كتخرش إذن طاقة ها بدون مخرج جواب صحيح هو واحد وثلاثة أنا قال قبل ما نتقابل أو نجوز فارس شو المعنى ديالها؟ التقابل قولنا هو من كنقونا رغادي وشي حد جاي هذا هو التقابل تجاوز من كنقونا رغادي وشي واحد قبلتي وانا قد نتجاوز وانضوبلو يعني انتخطعها بحال هاكا هذا هو التجاوز الفارس هو دك الخيل يعني أنا كنا في الخيل ثم أنا شي واحد كيمانس دك الهواية للخيل هذا كواه الفارس فقال قبل ما نتجاوز فارس أو نتقابل معه وشي ينصح باستعمال مونا ببيه صوتي بطبيعة الحال أنا في الخيل لكن الخيل ذك حيوان بطبيعة الحال وانا ديجا كنت تقول لكم صبتص ممنوع تنبه في التقابل هذا أصلا في التقابل ممنوع عليك تنبه سواء كان راجل أو حيوان ممنوع عليك تنبه بمونا ببيه صوتي المونا ببيه ممنوع على الحيوانات وعلى الراجلين ممنوع هذه قاعدة حفظوها فهنا قبل ما نتجاوز فارس بينسوق فارس أراها كين حيوان تنبه هذا حيوان الخيل أو حيوان لذلك المونا ببيه صوتي ممنوع عليه إذن ستقدم تنبه هذا يكون كف الخيل ومن تكلاكسون حيوان ما عارف لذلك يقدر يتخلع من تكلاكسون كيف يرغب لذلك لكي نفيد هذا ممنوع إذن وش ينصح باستعمال المونا ببيه صوتي بطبيعة الحال بالعكس هو ممنوع تستعمل المونا ببيه وكي عرفت بأن كي هاو تشوي العمودي كي يقول لي بأن هنا بعدها إجبالي يمشيوا منه يعني هذا ممر بعدها ديالهم إجبالي ديالهم هذا ممر أصلا ديالهم يعني يمشيوا منه فأنا خاصني من تكلاكسون إذن تشوي العمودي ويوضع هذا الشيء قلت بتدام لهذه العلامة غادي ندخل تجمع سكني أهلا الصوعة التي تتحدد نعم أم لا لاحظ هنا يعني تشوي العمودي نكتب في أجل موس أجل موس يعني المهمة مدينة هي تجمع سكني المهمة منطقة في هالضيار فأنا قديمة من تلقات تشوي العمودي ونكتبها في شيء مدينة أو لا شيء حاجة بحلقة منطقة بينصر فيها تجمع سكني هذه تكون داخل المدينة بم ابتدا من هذه العلامة غادي ندخل تجمع سكني بينصر وندخل تجمع سكني والسرعة التي تحدد بطبيع داخل المدينة تحدد في 60 كم نعاود نكمل الأسئلة أنا قال لك وش ندوز أنا الأول ولا نسمح بالموار هات السيارة شنو كاللحظة هنا عندي انتباه خطر عندي طريق كتضياق هذه العلامة غادي أقول في الفيديو غادي طريق كتضياق من الجوانب الغادي لم يضياق بل طريق ضيقة على مسافة بحدودة يعني واحد المسافة فقط كتضياق ضيقة بخير تلقى طريق ما يوجد ضيقة يعني كتضياق على مسافة بحدودة وماشي الجوانب لكي يضياق ه كتضياق على المصيح ليس على المصيح ليس طريق لكي يضياق بخير لكي يضياق هات خصوص تشكري حيث بعد مرة تطرح في الأسئلة. هنا قاعدة انا قلتها لكم ويني نعودها. ديما منين تقابل ان تساو السيارة. منين تكون تغادي وشي طنوبيلة جاية. يعني وتكون في طريق ضيقة. يعني هذا ركتب التحليبي ان الطريقة ها ضيقة. ولا تكون في شي قنطة. ديما اللي كين في ذاك القنطة او اللي كين في ذاك الطريق الضيقة هو اللي عندون أسبقية. شكون هنا فينا اللي في ذاك الطريق الضيقة اللول. هو الطنوبيلة الحمارة لاحظة. اما انا عادا نمشي. ليها. هو فيها. دونك انا انا اوقف واجب عليا نخليه هو اللي يدوز. اذا الاسبقية الموت طنوبيلة الحمارة. اذا ندوز نلول ولا نسمح بالمورة لهات السيارة. نجاوب واجوج نسمح بالمورة لهات السيارة. انا لقالك المسلك اللي علالي من هو. يعني هذا المسلك. هذا. لقالك وش مسلك للدراجات. واش مكان مخصص للتوقف ولما ما خاص بالحفيلات. لاحظ. انا عندي تشوير عمودي. دائري. روز دير وزاقي. يعني هذه علامة اجبار. فوسطها. مرصوم. بكذا. او هذا. يعني. راه باين بأن هذاك ممر اجباري. او ممر خاص بالدراجات. من غير هات شي. يعني هذه بعد اعطيها لكم كاذو هات السؤال. حيث من غير. انا وخاوك المكان شهد العلامة. راه باين انعفوا هذا ممر خاص بالدراجات. غير من هات الدراجات اللي غادين. يعني. لايحظت. ل hills. دراجات غريت من هاد المسلك. هنا. هذا دليل. علي انه. هاد الممر خاص بالدراجات. وماشي. بي انا. انا. caus يمشي من هاد المسلك. اللي هو. علالي. من. ديالي. فين غلدتك طالب ؟ Barry который علالي. من هو مسلك الدراجات الإجابة رقم واحد لكن مخصص التوقف أنا أقول لكم ديجا في الممارات الخاصة الوقوف والتوقف ما من نوع وتتمشي فيه ما من نوع ما من خاص بالحافيلات بين صورة ما مرصومش هنا طوبيس ولا راباين مرصومة بيكالا يعني راباين هذا يعني سؤال سؤال موالي اللي كان ضن هو الآخر باش نغلق هذا الفيديو ونكمل لكم إن شاء الله في الفيديو الماجي باش نجيش للفيديو طويل هناك الكوش من الواجب عين نحزل أقصر يامين نعم أم لا لاحظ هات السهم شنو هو بعد عندي تشوير عمودي دائري روز دير وزخير يعني علامة إجبار وعندك خطوط متقطعة كين السهم إلا لاحظته هنا يعني هذا المسلك دي التجاوز وهذا في الصيل العادي أنا كمشي من اللي من ديالي منين كتلقوا هات العلامة دي ما شنية المعنى ديالها هي اللي كان في المسلك التجاوز خاصة يشد لي من دياله يعني إجبار يعني أي واحد كان في المسلك التجاوز يعني كان على ناسا كل شي شد لي من دياله هاته هي المعنى ديالها هذا بخاصين نعرف المعنى ديالها المعنى ديالها منين تلقاوها هي طنوبيلات كاملين أو أي واحد شغل طنوبيلات ديبها أنا خليني هات الشيح حين أنا مرصومها لتحت أنا كنهضر على العلامة إن فتلقاها انتكى طنوبيل أو كاميو أو 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 غين فتلقاها يعني كي يقول لك اللي كان في المسلك ديال تجاوز يعني اللي كان على ناسا كله خاص يشد لي من دياله إجبار يعني هيقبط لي من دياله ولكن لاحظ هنا في هذه العلامة عندي تحتمنا وحد العلامات الكاملية عندي شاحنة مرصومة هاتك الشاحنة كي يقصد بها الشاحنة الكبيرة اللي هم الكاميو ورموك قصد بهم الشاحنة الكبيرة ماشي الشاحنة الصغيرة الشاحنة هما إلا كانوا في المسلك التجاوز أو كانوا على العصة كلهم خاص يشدوا لي من ديالهم إجباري أما أنا كصيارة ما واجب شعلي إذن هنا قال لي واش من الواجب علي أن أحزأ أنا الأقصر يامين الجواب ولا أنا ما واجب شعلي حيث هذه العلامة تخصب الشاحنة الكبيرة فقط وماشي بيئة أنا كشاحنة صغيرة أو كصيارة كنظن أن هذه سيارة واضحة جزبا قد كنت تستفتون هذا الجزء الرابع وفهمتوه الفيديو الماجي إن شاء الله هل نحوون للكم الجزء الخامسون نكمل لكم الأسئلة تشوير الطهوقي شكرا على التتبع إلا استردتم لا تنسل شباب تجو مع صحابكم وتفعلوا زرجات لكي وصلكم جديد تابعونوا معي في اليوتيوب كارين وفلالي باش فيسبوك كارين وفلالي تير بسيس كائف شكرا على التتبع ديالكم معي الفيديو